موسيقى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته دقائق إخبارية أتلوها بسم الله الرحمن الرحيم قال رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرة والمختطفين هذه هيج إن استمرار ميليشيا الحوثية في إخفاء المناظر قحطان يشكل تهديدا وتحديا واضحا للجهود الأممية والدولية الرامية لإحياء عملية السلام في اليمن حيث يعد قحطان رابع المشمولين بالقرار الأممي رقم 2216 وأكد هيج أن ميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران تعمق من معاناة المختطفين والأسرة وأهاليهم برفضها لتنفيذ التزاماتها السابقة في السماح لأسرة السياسي محمد قحطان وعشد هيج في تصريح للثورة نت بالموقف الحكومي المؤكد على عدم العودة للتفاوض في ملف الأسرة والمختطفين مع ميليشيا الحوثي حتى يتم السماح بزيارة السياسي محمد قحطان وحمل هيج ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن المعاناة التي تلحق بالمختطفين والأسرة وذويهم وطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها وإلزام ميليشيا الحوثي بالسماح لأسرة قحطان بزيارته أكد الناطق الرسمي باسم التجمع اليمنية للإصلاح نائب رئيس الدائرة الإعلامية للحزب عدنان العديني أن استمرار ميليشيا الحوثي في إخفاء مصير قحطان ومنع أهله من التواصل معه ابتزاز للإنسان والوطن من أجل تحقيق مكاسب رخيصة وأضاف العديني في تدوينة على منصة X هذا الابتزاز ابتزاز لليمني على مختلف توجهاته وابتزاز لأبسط حقوقه الإنسانية ولو كان في زنزانة عدوه وعشار العديني إلى أن قحطان ما كان إلا دليلا أراد به الله فضح الحوثيين وكشف أساليبهم في المراوغة والمتاجرة مؤكدا أنهم لا يختطفون الأرض والإنسان وحسب بل ويمضون في استثماره إلى الحد الذي يستطيعون إنهم يبتزون الإنسانية ويستهدفونها كمعنا من أن تتجلى في أي هيئة قحطان وقال العديني إن إصرار ميليشيا الحوثية على الاستمرار في تغييب قحطان والتكتم على مصيره يدل على وحشيتها التي لا تقبل التعايش مع الآخر ولا تحترم وجوده بل وتلغيه قال رئيس مجلس الشرى الدكتور أحمد عبد بن دغرن القيادية في الإصلاح والسياسي محمد قحطان تعرض للظلم نهارا جهارا وبلغ الظلم ذروته دون وجه حق جاء ذلك في بيان مقتضب على حسابه بمنصة X بالتزامن مع حملة إلكترونية نظمها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك للمطالبة بالإفراج عن قحطان المختطف منذ تسع سنوات وطلب بن دغر بالإفراج عن جميع المختطفين وفق مبدأ الكل مقابل الكل وأكد رئيس مجلس الشرى أن للشرعية كامل الحق وكل المنطق في التمسك بهذا المبدأ تحقيقا لعدالة أن الكل يمنيين وأن للكل حق الحصول على الحرية من الأسر أو الاختطاف ولديهم جميعا أمهات وزوجات وأطفال ينتظرون عودتهم بفارغ الصبر قالت رئيس رابطة أمهات المختطفين أمت السلام الحاج إن استمرار اختطاف ميليشيا الحوثي للسياسي والقياد في حزب الإصلاح المناضل محمد قحطان أثر كثيرا على سائر أسرته ونقل مركز العاصمة الحقوقي عن أمت السلام الحاج قولها إن التغييب القسري للمناضل قحطان كان له الأثر البالغ لأسرته لما عانوه وما يزالون من فقد وشوق وخوف على مصيره في ظل امتناع الحوثيين الإفراج عنه أو الإدلاء عن أي معلومات بشأن مصيره وأشارت الحاج إلى إسهامات ومشاركات رابطة الأمهات الواسعة في الضغط والمناصرة المستمرة لقحطان ولكل المختطفين وقالت إن الرابطة أصدرت تقارير حقوقية موسعة حول ما يتعرض له المختطفون وأن تلك التقارير أصبحت مصادر موفوقة لدى المنظمات وأصحاب القرار قال الأمين المساعد بالمكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة محمد سعيد كلشات إن السكوت عن مصير المختطفين والمخفيين في سجون ميليشيا الحوثي جريمة تشارك فيها الأطراف الدولية وأوضح كلشات خلال حديثه لموقع الصحوانة بأن استمرار اختطاف محمد قحطان جريمة إرهابية ولا معنى لوقف الحرب ما لم تكن أولى ملفاتها الإفراج الفوري عن المختطفين وفي مقدمتهم القياد قحطان وطلب كلشات المجتمع الدولي بموقف مشرف تجاه قضية قحطان وأن يمارس ضغوطا حقيقية لوقف استهداف الدولة اليمنية وحرية المواطنين قال رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشوال إن ميليشيا الحوثي الإرهابية لن تخضع للسلام إلا بالحسم العسكري مشيرا إلى تعاطيها السلبي مع الجهود السياسية التي تبذل لإنجاح عملية السلام في اليمن جاء ذلك خلال حضوره فعاليات تجشين الدورة التدريبية الأولى للفريق المركزي الخاص بدائرة المشاة تحت شعار التدريب والتأهيل طريق النصر والحسم وهنأ اللواء الأشوال الحاضرين بتجشين هذه الدورة والتي تأتي تزامنا مع احتفالات شعبنا اليمنية بالذكرى الرابعة والثلاثين لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية الثاني والعشرين من مايو المجيد وأشهد اللواء الأشوال بجهود قيادة دائرة المشاه ومدرسة المشاه في إقامة مثل هذه الدورات التي ستنعكس على سلاح المشاه في المناطق والوحدات العسكرية ورفع جاهزيتها فنيا وقتاليا والإسهام في تفعيل أداء المقاتل في ميدان المعركة تجددت اليوم الاثنين مواجهات بين ميليشيا الحوثي وقوات درع الوطن في جبهة حيفان جنوبي محافظة تعز وقال مصدر عسكري في جبهة حيفان بأن قوات درع الوطن صدت هجوما حوثيا على مواقعها العسكرية في القطاع الغربي لجبهة حيفان في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين وأضاف المصدر أن ميليشيا الحوثي تكبدت خسائر بشرية ومادية أثناء محاولته متقدم نحو المواقع العسكرية التابعة لقوات درع الوطن في سائلة وادي الضباب بعزلة الأثاور أعلنت وزارة الداخلية ضبط الأجهزة الأمنية في محافظة المهرى لأجهزة تشويش طيران أثناء محاولة إدخالها للأراضي اليمنية من سلطنة عمان وقال الإعلام الأمني للوزارة في بيان إن الأجهزة الأمنية في محافظة المهرى ضبطت ثلاثة أجهزة تشويش طيران مسير في منفذ صرفيت أثناء دخولها الأراضي اليمنية قادمة من سلطنة عمان وأوضح البيان أن تلك الأجهزة كانت على متن سيارة نيسان يقودها شخص يعمل في القطاع الخاص وأكدت الداخلية حجز المضبوطات مع السيارة والمتهم بحيازة وجلب أجهزة التشويش إلى الأراضي اليمنية على ذمة القضية لاستكمال الإجراءات القانونية طلب مدير أمن محافظة المهرى العميد مفتي سهيل الصمودة بدعم إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة وتأهيل أفرادها لضمان نجاح عملهم في الميدان جاء ذلك خلال لقائه بمدير عام مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العميد عبد الله أحمد لحمدي لمناقشة سير العمل في إدارة مكافحة المخدرات وقدم العميد صمودة شرحا مفصلا للصعوبات والمعوقات التي تواجه إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة في ظل شحة الإمكانيات مؤكدا على أهمية دعم هذه الإدارة ورفضها بالاحتياجات اللازمة عز القائم بأعمال رئيس حزب التضامن الوطني المهندس عبد الله سعد شرف النعماني الأستاذ عبد الرزاق الهجري رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح مستشار رئيس الجمهورية في وفاة والده وعبر النعماني عن الحزن وعبيق الأسى في وفاة الحاج أحمد الهجري الذي وافاه الأجل يومنا هذا سائل لله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون كرم اتحاد الملتقيات الشبابية التطوعية بمحافظة حضر موت ثلاثمائة ممرض وممرضة ضمن فعاليات ملتقى الممرضين الثاني احتفاءا باليوم العالمي للتمريض وناقش الملتقى عددا من المواضيع في التعزيز النفسي للممرض والمريض والدور الكبير والجهد العظيم الذي يقوم به الممرضون تجاه المجتمع وأشاد مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد باحشوان بدور الكوادر الصحية باعتبارها الشريحة التي تقدم خدمات جليلة للمجتمع تخلل الملتقى الذي حضره رئيس هيئة مستشفى سيئون العام الدكتور محمد العيدروس وعدد من الممرضين من مختلف المديريات عرض مشهدا مسرحيا صلت الضوء على الدور السامي للممرضين استعرض أحمد عبدالله نوفى رئيس لجنة الخدمات في المهرة احتياجات مديرية حصوي من المشاريع الإنسانية مثمنا الدعم المتواصل الذي يقدمه مركز الملك سلمان في الجوانب الإغاثية والصحية جاء ذلك خلال زيارة وفد من المراكز للمديرية للاطلاع على آلية توزيع المساعدة الغذائية للمستفيدين ضمن الدورة الخامسة لمشروع توزيع المساعدة الغذائية المنقذة لحياة المتضررين في اليمن كما اطلع الفريق على سير توزيع المساعدة الغذائية ومدى الالتزام بمعايير المركز في تخزين وتوزيع المساعدات الغذائية واللقاء بالمستفيدين الذين عبروا عن شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتقديرهم لدور مركز الملك سلمان والجهود المبذولة من قبل الجهات المنفذة للمشروع في سبيل تسير عملية التوزيع احتفل مكتب الثقافة بتعز بإصدار كتب جديدة ودواوين الشعر لعدد من الكتاب والشعراء الشباب واحتفى مكتب الثقافة بهذه المناسبة تشجيعا للشباب الذين يعول عليهم بالنهوض بالحركة الفكرية والثقافية بالمحافظة وعشاد مدير مكتب الثقافة بتعز بجهود الكتاب والشعراء مؤكدا دعم المكتب لتلك الجهود لإثراء المكتبة اليمنية بالمؤلفات الجديدة اقيمت صباح اليوم بجامعة عدن ورشة تدريبية حول التعريف بالحدائق الجيولوجية وتوثيق شبه جزيرة عدن ضمن الحدائق الجيولوجية التابعة لمنظمة اليونسكو وذلك ضمن نتاج برنامج بناء القدرات الهندسية الذي نظمته نقابة المهندسين بدعم وتنسيق من وكالة التنمية وتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر وتنفيذ مركز دليل لتطوير الأعمال الذي يشمل عدة دورات ومنها دورة الحدائق الجيولوجية العالمية وتعريفها وترشيح شبه جزيرة عدن ضمنها دقائقنا الإخبارية انتهت هذا علي عزي يحييكم في رعاية الله اشتركوا في القناة